بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون في الأسبوع الماضي تحدتنا عن فضل الجمعة وذكرنا بأن هذا اليوم معظم مكرم عند الله تعالى فيه خلق آدم وفيه تاب عليه وفيه سيكون يوم البعث والنشور وقد فضل الله تعالى الأمة الإسلامية بأن جعلهم الآخرون الصابقون يوم القيمة فالأمة الإسلامية لها الجمعة واليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد هذا اليوم المعظم المكرم فيه تجمع للمؤمنين والمؤمنات في صعيد واحد يرفعون الشعار الإسلام يتوجهون قاطبة إلى المسجد للاستماع إلى هذه الخطبة اليوم نتحدث أيها الأحبة الكرام عن السنن والآذاب التي ينبغي أن يحتديها المكلف أول شيء أيها الأحبة الكرام هذه الصلاة هي فريضة على كل مسلم ذكر بالغ وعاقل فإذا كان هذا الشخص بالغا وعاقلا وذكرا وسمع النداء لأن الفرضية الصلاة تبدأ بعد رفع الآذان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يكون قد سمع النداء وأن لا يكون مسافرا لأن المسافر أيضا لا تجب عليه الجمعة فشروط المجوب أن يكون ذكرا ويكون بالغا ويكون مقيما ويكون قد سمع النداء وليس له عذر من الأعذار كمرض أو مشقة أو تعب أو غير ذلك بالنسبة للمرأة وللصبي وللمملوك كل هؤلاء لا يجب عليهم أداء الصلاة الجمعة إلا تطبعا المرأة عادة تصلي في بيتها أربع ركعات وإذا تأسر أن تصلي مع الجماعة فلتذهب إلى الجماعة ولتصلي مع المؤمنين ولها أجر وتواب كبير لكن إذا تعذر عليها لبعض المسؤوليات وعندها أشغال بيت أو غير ذلك فإنه لا يجب على المرأة وإن صلت في بيتها تصليها أربعا هذه الصلاة أيها الأحبة الكرام فيها فضاء كبيرة فلابد لكي يكون هناك الوجوب أن يكون هناك مقدار للجماعة ما مقدار الجماعة التي بها يتوفر النصاب ونصلي الجمعة وهناك اختلاف بين الفقهاء والعلماء المذهب الشافعي هو الذي حدد أربعين نفر حتى تقام سنة الجمعة لابد أن يكون أربعين نفر زائد الإمام الإمام الشافعي على مدى اعتمد اعتمد على قول أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه كعب ابن مالك لما سأله ابنه عبد الرحمن يا أبتاه حينما صليتم الجمعة في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كم كنتم يومئذ قال كنا أربعين نفرا الإمام الشافعي استند إلى هذا الحديث الصحيح لهذا الصحابي الجليل كعب ابن مالك وقرر في مدهبه بأن الجمعة لا تصح إلا بجمع أربعين نفر زائد الإمام لكن المالكية في مدهبنا المالكي كم العدد الذي به يتوفر نصاب الجمعة هو اثنى عشر شخصا زائد الإمام من أين لهم بهذا العدد قالوا لما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة كانوا عدد كبير وفير وكانوا ينتظرون القافلة التي سوف تأتي محملة بالبضائع فلما سمعوا نداء وصول القافلة وكانت هناك الجمال عندها أجراص وهناك طبول ومزمير ترافق وصول القوافل كان النبي الكريم يسلم مع الصحابة بعضهم لما سمع وصول القافلة وكان ينتظرها بشغف قاموا من الصلاة وذهبوا لتلقيها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما في تلك اللحظة بقي مع النبي الكريم نفر قليل من بينهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكان عددهم أنداك 12 نفرا من ثم الفقهاء المالكية قالوا بأن العدد المسبوح به للصلاة هي 12 نفرا أما الحنفية والمذهب الحنفي هو متواجد في بقاع كثيرة من العراق والشام وما حولها فقالوا بأن الجمعة تنعقد فقط بتلاتة أنفار من بينهم الإمام فلو قدر أنه كان هناك ثلاث أشخاص أحدهم ينتصب إماما والإثنين يستمعون للخطبة فيكفي لأن أبا حنيف النعمان كان عنده فكر تقدمي حدثي وقال بأن الأحاديث التي تم الاستدلال بها من قبل قال هذه الأحاديث هي مجرد وقاع أعيان وليس التأصيل للقضية هي وقاع أعيان كون أن كعب ابن مالك لما كانوا أربعين نفر توافق أنه كان عدد أربعين وكون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما جاءت القافلة توافق أنه كانوا إثنى عشر نفرا لكن الجمعة تنعقد بأقل القليل تلاتة الإمام زائد اثنين هذه الجمعة أيها الأحب الكرام قبل أن ندب إليها لا بد أن نلتزم بآذاب وسنن أول الآذاب وهو الغسل أن الإنسان لا بد أنه يغتسل يوم الجمعة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلمين غسل يوم الجمعة أو كما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمين ما المقصود بالمحتلم هو كل إنسان بلغ سن الحلم يعني بالغ لأن وجود الصلاة الجمعة على البالغين لا على الصبيان الصبي ممكن نأخذه معنا إلى الصلاة ولكن إذا لم يذهب فلا شيء علينا فكل محتنم وصل إلى سن الصيام واجاب عليه أن يغتسل يوم الجمعة إلا أن الفقهاء قالوا بأن هذا الوجود ليس على عواهنه وإنما خرج للاستحباب فمستحب أن الإنسان يغتسل يوم الجمعة متى يغتسل؟ من من قال له أن يغتسل الخميس ليلا ليلة الجمعة بالخميس ليلا من من قال لا الغسل الذي فيه فضل أنه يكون بعد الفجر فجر يوم الجمعة حتى يسمى بأنه اغتسل للجمعة لكن العلماء يقولوا المفروض أن يكون مغتسلا طاهرا نظيفا حتى يذهب إلى الصلاة ويجارس المؤمنين ولا يشم فيه رائحة عرق أو غير ذلك ثم من سنن الجمعة أيها الأحبة الكرام التجمل والتطيب فالإنسان لابد أن يتجمل يلبس أجود ما عنده من ثياب والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ندب أن الإنسان إذا كان له توبين فيحافظ على توب خاص بالصلاة هناك توب للمهنة أو توب للنوم أو توب للعمل ولكن ينبغي أن يكون هناك ثوب للصلاة خصوصا للجمعة نحن المغاربة اعتدنا أننا يوم الجمعة نلبس الجلباب الأبيض ونتطيب لأنه فعلا يوم عيد ثم التطيب ضروري النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فليمس أحدكم من طيبه فإن لم يجد طيبا فليتطيب من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيبه فلابد أننا نغتسل ونتطيب لماذا لأن المجلس تحفه الملائكة من سنن الجمعة أيها الأحباب الكرام ما ندب إليه الشرع الحنيف وهو التبكير أننا كلما بكرنا للجمعة كان أفضل هناك اختلاف بين الفقهاء الإمام الشافعي يقول بأن التبكير يكون مباشرة بعد الضحى إذا صلينا الفجر ثم ظهر الضوء ضوء الشمس ودخل وقت الضحى هذا هو التبكير وكاللحظ بأن الامتبعين مذهب الشافعي يوم الجمعة يعطلون كل مصالحهم ويبكرون إلى الصلاة مثلا في الديار المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة نلاحظ بأن الدول التي تتبع المذهب الشافعي بحل الباكستان وماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول يبكرون مباشرة بعد الضحى يذهبون مع التامنة أو التسعة صباحا إلى المسجد لانتظار صلاة الجمعة لكن نحن في المذهب المالكي يقول من التبكير يبتدئ بعد الزوال يعني اتناش هذا قوى التبكير من هنا يبدأ وقال بأن من راح في الساعة الأولى فكأنما استقدم جملا بدنه ومن راح في الساعة ثانية فكأنما استقدم بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما استقدم كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما استقبل دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما استقبل بيضة فالتبكير كله خير بإذن الله ثم من ثنن الجمعة أننا نمشي على الأقدام هناك من يقول بأننا نمشي راكبين لكن المذهب الشافعي دوما من غير بقية المذهب الفقهية أنه يؤكد على المشي على الأقدام للجمعة فيستدل بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يترك بغلته ويتمطى الأرض ويمشي على الأقدام لأنه تدلل وخضوع لله رب العالمين لكن الفقه المالكي عندنا في مغربنا العزيز يأخذ بالتيسير ويقول بأن إذا ركب الإنسان لتعب أو مشقة أو لبعد المكان فلا ضير عليه فهذه فقط مجرد سنة حميدة أن تذهب على الأقدام من باب التواضع والتذلل والانكسار لله رب العالمين الشافعي يقول لا ينبغي أن تركب إلا لعضر فقط لنلاحظ بأن المداهب الفقهية تختلف فيما بينها لحسب النظرة الإمام الشافعي كانت عنده واحد نظرة إيمانية قوية الإمام مالك صاحب مذهب المغرب كان يعمل على الاستصلاح والمصلحة ودفع الدرر وجلب المصالح والتيسير على الخلق لهذا متى يقع هذا الاختلاف بين العلماء وبين الشعوب في البقاء المقدسة لما ندب إلى الحج مثلا إلى مكة أو المدينة وتجتمع جميع أبناء الأمة الإسلامية يجتمع المغاربة والجزائريون ويجتمع الباكستان والهنود ويجتمع الخليجيون هنا تظهر المذهبية المذهب مالك غير مذهب الشافعي غير مذهب الأبي حنيفة غير مذهب أحمد بن حنبل الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يأخذ بالتيسير والأصلح الإمام الشافعي عنده الهول والتخويف والخضوع لله تعالى الإمام أبو حنيفة يأخذ بالمنطق وبالعقل والفكر المقاصدي والحدثي والإمام أحمد بن حنبل يأخذ بصحيح الكتاب والسنة وهذا في خير لأن الناس كلهم ليسوا على حال واحد فكل من لأمه شيء يأخذ به ثم لما ندخل إلى المسجد من آداب والسنن الجمعة أننا ننصت إلى خطبة الإمام الإمام يوم الجمعة الشارع الحكيم أعطاه سلطة أنه يتكلم ولا أحد يستطيع أن يعارضهم حينما يصعب الإمام الخطيب إلى المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك المسمع الذي يذكر الناس بالحديث النبوي إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له فالخطيب له أن يتكلم ولا أحد يستطيع أن يرد عليه ولا أن يعترض منهم من يقول بأن سيدنا عمر لما كان يخطب وأراد أن يحدد يحدد مهر المرأة اعترضت إمرأة وقالت يا عمر كيف تريد أن تحدد مهر المرأة وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخدوا منه شيئا البعض قال لك سيدنا عمر يقول لها صدقت امرأة وأخطأ عمر ورجع عن رأيه لكن هذا ليس في صلاة الجمعة البعض يقول بأن هناك من قتل صلاة الجمعة بحيث صارت الخطبة عبارة عن موضوع بسيط حول أبجديات الدين دون التعرض لواقع الحياة وما فيها من مشاكل وهموم وبالتالي أن الإنسان له إذا وجد بأن الخطيب قال كلام غير ليس فيه تجاوب مع العموم المصلين أن يعترض لا هذا الحديث وقع لسيدنا عمر مع المرأة ليس في الجمعة وإنما هو في خطبة عامة أما الجمعة هي عبادة فالإمام يخطب والناس يستمعون ولا يمغي لأحد أن يتكلم أو يعترض وهذا بالمقابل يستدعي من الإمام أنه يتناول قضايا حيوية وأنه يستعرض قضايا الدين طبعا لا يمغي أن يقحم فيها قضايا السياسة وقضايا الصراع النقبي والصراع الحضاري لأن المسجد هو مكان للعبادة والتعبد والتقرب إلى الله تعالى والناس يهربون من الدنيا ومشاغلها ويفرون إلى الله في المسجد من أجل أن يتعلموا دينهم ويتقربوا من خالقهم كذلك أيها الأحبة الكرام من أداب وسنن الجمعة صلاة ركعتين عند دخول المسجد هذا أيضا وقع في خلاف دخلنا إلى المسجد والإمام يخطب هل نصلي أم لا في حديث سليك المعروف أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يخطب والناس قاعدين فدخل سليك الغطفاني رضي الله عنه وجلس فقال له النبي الكريم قم قم يا سليك قم وصلي ركعتين فصلى ركعتين الشافعياء وغيرهم قالوا بأن أدو الواجب إذا دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام يخطب عليك قبل أن تجلس أن تصلي ركعتين تسمى تحية المسجد لكن بقية المداهب الأخرى الحنفية والملكية تأول ودى الحديث وقالوا لا الخطبة أولى من الصلاة لأن فيها مواضيع مجمع للفائدة وحديث سليك وقع خاصة وتأولوا بأن سليك الغطفاني رضي الله عنه كان فقير وكان ضعيف وكان محتاج لكن كان في الحياء ما يستطيع أن يقول اعطوني وجاء لابسا لباسا رثا لباسا ضعيفا فلما رأاه النبي الكريم وفقها من حاله قال له قم للصلاة حتى يراه الناس ويفقه حاله ويقدم له يد المساعدة عادة لك ندخل المسجد كالقوفئة من الناس الإمام يخطب بعضهم يصلي وبعضهم يجلس كل صواب هذا اختلاف فقه وله دلالاته وإن كان الأصوب في مذهبنا أننا نجلس ونستمع إلى خطبة الإمام من أداب والسنن الجمعة كذلك أيها الأحبة الكرام التنفل لابد أننا نتنفل قبل الصلاة ما في نفلة قبل صلاة الجمعة ما في نفلة باستثناء تحية المسجد ولكن بعد الصلاة هل في نفلة؟ نعم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين نافلة بعد صلاة الجمعة ولكن ليس في المسجد بل في بيته أنك لما تنتهي من منصة الجمعة وتفرغ وتنصرف تصلي ركعتين في بيتك هذه السنة النبوية الشريفة المقصود أيها الأحبة الكرام أن من بكر للجمعة واغتسل وتطيب وتجمل ولم يتخطى الرقاب واستمع للخطيب وانصرف ما هو الأجر والتواب؟ الأجر والتواب أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين الجمعتين ويرفع مقامه درجات عليا ويعطيه الخير ويفتح له باب البركة في أسبوعه ذاك عقلوا أيها الأحبة الكرام الإنسان يوم الجمعة إذا اغتسل وتطيب وتجمل ثم بكر إلى السنة وسار على الأقدام ولم يتخطى الرقاب وسمع الخطيب وأمن على الأدعية حينما يفرغ من الصلاة ما الذي يقع له يغفر له الله تعالى ما بين الجمعتين ثم إن الله تعالى يرفعه درجات في الدار الأخيرة ثم إن الله تعالى يفتح له باب التيسير وباب الفرج وباب العطاء لكن يوم الجمعة أيها الحب الكرام تنبيه مهم ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا اليوم هو فيه السعي لذكر الله الذكر متى يكون؟ أول الذكر أيها الأحب الكرام يبتدئ بقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو نهار الجمعة لأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له ما بين الجمعتين ونجاه الله تعالى من فتنة المسيخ الدجال هذه الوصية هذه الوصية هذه الوصية إليكم أيها الحب الكرام وإلي وإلى الجميع نحرص على أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لقرها ربي عز وجل لك يعطيها المغفرة ما بين الجمعتين وكيحفظه من فتنة المسيخ الدجال ويحفظه من كل فتنة ومن كل شدة كذلك أيها الحب الكرام من الذكر يوم الجمعة في صنة الصبح هناك سنة أننا نقرأ بصورتي السجدة والإنسان لبغي تبقى السنة النبوية الشريفة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم صبح يوم الجمعة كان يصلي في الركعة الأولى بصورة الفاتحة والسجدة وفي الركعة الثانية بالفاحة التها وصورة الإنسان أما الجمعة فالخطيب من الصنة والأداب التي كان يحافظ عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في الركعة الأولى بصورة الجمعة الفاتحة وصورة الجمعة الفاتحة وصورة المنافقين هذا هو النبي الكريم غالبا كان يصلي بهتين السورتين الفاتحة والجمعة في الركعة الأولى الفاتحة وصورة المنافقون في الركعة الثانية وأحيانا كان يصلي بالفاتحة وصورة الغاشية وصورة سبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية الفاتحة وصورة الغاشية هل أتاك حدثة الغاشية هذه من السنن والأداب التي كان النبي الكريم يحافظ عليها وحري بالإمام الخطيب أنه يحافظ عليها بالنسبة للمأموم لما ننتهي من الصلاة سمعنا الخطبة صلينا ركعتين دلنا البقية الصالحات قبل أن ننصرف من السنة فيها فضل عظيم أن الإنسان بعد الصلاة يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعودتين الفاتحة مرة واحدة والإخلاص والمعودتين ثلاثا أو سبعا فإن الله تعالى يعطيه من الأجر والثواب ما الله به علم النس حينما يصلون ينصرفون مباشرة إلى أشغالهم لا من أراد أن يدخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات حينما نفرغ من صلاة الجمعة كلية ماذا نصنع حينما نسلم ونقيم البقية الصالحات نقرأ الفاتحة مرة ثم الإخلاص والمعودتين ثلاثا أو سبعا فإن الأجر والتواب الذي أعده الله تعالى لمن يقرأ هذه الصور كثير جدا فيه الحفظ من الدرر وفيه الرزق الوفير وفيه البركة والتيسير وأحسن عمل ممكن أن نقوم به يوم الجمعة ولا ينبغي أن نغفل عنه في باب الذكر وهو الصلاة والسلام على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أفضل أيامكم عند الله تعالى يوم الجمعة فأكتروا علي من الصلاة فإن صلتكم معروضة علي هذا النبي الكريم يخاطبنا جميعا ويذكرنا بأن أعظم يوم عند الله تعالى هو يوم الجمعة وجميع الأعمال تعرض على الله هذا اليوم وخصوصا الصلاة على النبي وتعرض على النبي الكريم سيدنا النبي يوم الجمعة يحيى حياة برزخية وربنا عز وجل يعرض عليه صلاة المؤمنين والمؤمنات أجمعين فلنكتر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر فإنها تبلغ صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وبالتالي يشفع لنا في الدنيا ويوم الزحاب